ننتقل الآن إلى عالم آخر بين معظمنا ورح نحكي خلاله عن الحلويات لكن الخالي من السكر موضوع بنحكي عنه بمناسبات مختلفة بس لجد بها الفقرة أنه رح تكسر فكرة أن الحلويات اللي بدون سكر يا عفاف شو مالها؟ مش زاكي يعني تماماً مثل مقتار هيكة مصطفى نجحة وأنه يصححوا لنا هاي الفكرة الخاطئة اللي بتقول أنه الأكل الصحي مش زاكي ضفتنا أيضاً بتآمل بمقولة طعامك دوائك ودوائك طعامك ورح نعرف كيف يعني حلويات خلية تماماً من السكر يلا لين جواد مساء الخير صانعة الحلويات هي بالأساس من مصمس قرية مصمس تحياتنا لكل مشاهدين هناك وتسكن في عكا يعطيك ألف حافية أهلاً أهلاً فيك إذن يعني إحنا شايفين هيك بالصورة ودقنا دحت الهوى الصراحة كم حبة شوكولاتة كثير مرتب الشغل وبنقدر يعني بإمكاننا نقول إنه فعلاً طعمه طيب كثير وبدون سكر هيك أنت بتقولي صح كيف طالع طيب بدون سكر بلشت الكصة لما كنت كثير زايدة بالوزن كان يعني وزن كثير عالي وكنت أعاني برضه من مشاكل صحية فكانت مشكلتي الوحيدة إنه البدائل الحلو كلنا بنعرف إنه الحلو اللي موجود بالسواكولاته حلو ملان سكر والسكر كثير إشي مدمر للصحة وكثير بيؤدي ل يعني لمشاكل صحية خصوصاً لكل حدا بدو ينزل بالوزن فبلشت الفكرة إنه كل مرة أطول وصفة وأجربها كل مرة أعمل وصفة جديدة بالآخر إنه تني يعني كده وقت بس تنيك وصلت إلى يعني كده محاولات غير ناجحة لقلتي إيه بلشت على المصاري الصحيح ولقيت بدائل السكر اللي ممكن تعطي نفس الطعام كل يوم وكل مرة كنت أجرب إشياء وكل مرة كنت أكتشف إنه عن جد فيه بديل أحسن من بديل بدائل الصح بدائل السكر المصنعة كثيرة عالم كبير يعني فكل مرة كنت أجرب وأكره عن بديل معين وشو عوارده وشو فوائده فهون بخصوص بهذه المنتجات كل البدائل برضو طبيعية يعني أنا مستعمل لمابل طبيعة مستعمل شغلات اللي زي عسل أشياء طبيعية وكل واحد بعاني من الوزن الزائد مصطفى بعرف إنه عن جد واحدة من أبرز المشاكل هي السكر وبيصير عنا إدمان على السكر لهيك كنا عم نقول عن جد إشي كتير زاكي وبدون سكر مش دايماً معادلة كانت تظبط معنا إذا السؤال اللي هاي هواي ولا أنت روحتي مثلاً درست الإشي أم أنه ضليتك تجربي لحد ديت ما صرت شاطرة بهذا المجال لا مش درسي هذا الإشي الشيالة من التجربة هاي هواي بالأكثر من تجربة المركة فيها يعني طب إذا اللي عم بتطلع على شاشة وبيشوف طباط الشوكولاتة وهيك دو يعرف شو مكوناتها يعني شو فيهن هدول عسابي المثال والحلو أنه كل كرة من هذال الكرات مكوناتها بس ثلاث شغلات يعني أنتو شفتو إسا أكلتو جوز الهان مزبوط هاي عبارة عن الشوكولاتة اللي برا ومن جوا بسنو شغلتين اللي هنتي أصرار المهنة والشوكولاتة اللي برا هي شوكولاتة مرة خالية من السكر مثل ما حكينا بالضبط والثانية هي شوكولاتة كرة زبدة الفول السوداني برضه من ثلاث مكونات بالإضافة للشوكولاتة الشوكولاتة اللي برا والفول السوداني يعني ظل الثالث نعرف نجرب لنا تجربتين ثلاثة باقي العلوب الموجودة هي هاي أجت للفكرة ده بتنتبهوا لكرتونة البسكوت اللي بنشتريها بشكل عام دايما فيه من وراء بيكون ثور لوصفات كعيك صحيح صح؟ فأنا كنت وأنا صغير كثير أطلبها وكثير أحبها بس كل مكوناتها كانت يعني اللي اكتشفت كل مكوناتها السكر ودهن بكميات عالية فحاولت إن إذا إسا رح تأكلوا منها بعد الهواء فرح تكتشفوا إنه بالضبط نفس الطعمة فيها بسكوت من تحت برضه خالي من السكر وكثير كثير طيبة وخفيفة حلو كثير كثير من الناس اليوم بيهتموا فعلا بهذا الموضوع يعني لا شك إنه بس انتشر صور وكمان حتى ناس تعطي توصيات على شغلك زاد الإقبال من رياضيين رياضيات أشخاص اللي بيهتموا أو بدوروا على نظام حياة أكثر صحي مع مين عم تتعامل اليوم يعني مين بتوجه لك شو بتطلبه منك صح وكثير مبسوطة لهذا الإشي يعني أنا ما كنتش متخيل إنه رح أشوف هذا الإقبال كل مرة بلاك طلبية جديدة إنه كيف هيك مع كل ذاكة لما يجربوا ويشاركوني بيكتشفوا إنه قدل إشي زاكة ومش يمبين زي ما أنتوا إسا جربتوا وعن جد اليوم نمط الحياة الصحة مصطفى واحد من الهواجس اللي عم بتراود الكل حتى مش بس عشان الوزن يعني فيه ناس بوزن مثالي كتير صارت تهتم لصحيتها طاع نقول بالذات بعد عام كورونا اكتشفنا قديش عن جد مهم الجسم يكون صحي بس عفاف بتواقو معي يعني إنه لين كمان إنه المنتجات الصحية عادة غالية يعني اللي بده يعمل إنزال وزن ممكن يعني ينزل وزنه من قد منش في دمه من دفع المصار قدي عم بيكلفك يعني قديش تحضير وصفات وعم بتطلب منك كمان جهد مادي أو يعني يكون فيه توظيف لموارد مادي لأنه ما بعرفش كيف أسعار المكونات هو صراح الأسعار مش بسيطة ولا غالية بس أنا بحاول إنه كد ما تكون برضو تكون مناسبة إنه يشتري هالزبون وبرضو مناسبة لإله برضو أربح فيها طب قديش إحنا يعني شايفين معظم الشغلات يمكن مع شوكولاتة قديش فيه إشياء بترضي باقي الأزواء يعني فيه أشخاص بيحبوا طعم الحلو بس مش بالضرورة شوكولاتة أجبان مكسرات أمور طبيعية أنا بالمشروع جديد ما قاليش إلا شهرين بس كل مرة بتعلم إشي جديد وكل مرة بضيف وصف جديدة فحاليا إنه هاي الوصفات وكل مرة بضيف إشي بس تارفي قلين قديش فيه كمان مسئولية بشغلك وكنا نحكي على هذا الموضوع قبل ما نبلش التسجيل يعني الفكرة إنه فيه أشخاص يمكن يكونوا بعانوا من السكر مصطفى وبمجتمعنا مع الأسف هي النسبة مرتفعة جدا فقديش فيه مسئولية ويكونوا مرتاحين إنه لو بدنيا عملوا توصية فعليا خالي من السكر صح وأنا كذا حدا توجهلي وبعثولي يعني عصفحتي إنه إذا مريض سكري بنفع يستعملين بنفع يستعملين لأنه كل المكونات اللي فيها خالي من أي إضافة سكر زيك إله بيشتري منتج اللي هو بدون سكر حسوا بأمان كيف عم بتعلمي حالك لو صفات جديدة؟ صراحة من أنا إلي ثلاثة سنين بهذا المجال وكثير توسعت بعالم المنتوجات الصحية فالإيش صار هيك؟ من رأسك عم تختارها؟ آه مش مخطط شي لك مثلا زبدة الفول السوداني كنت أكلها أنا هيك عادة بالمعلكة فحكيت إنه ليه ما أعمل فيها وصفة كثير طيبة وكثير الناس بتحبها فهيك صار الإشي ببساطة شو الإبتكارات الجديدة يعني إيش عم بتجرب اليوم؟ حكيت عفاف أجبان أو طعمات مختلفة عم بتحطي بمخططاتك إنه تعملي تجارب لوصفات؟ عجبان أنا حلياً بعالم الحلويات بس في حلويات هي معمولة من الجبنة، تشيز كيك، هاي الشغلات؟ آه زي هاي هاي برضو من الجبنة، هاي جبنة مع شوكولات أوكي إحنا عشان بعدنا ما دوقناش هي موصلنا لاش موصلة في كمان كعكة الجيل التوت اللي هي دارجة كثير صحيح وللأسف إنه ملان بتكون سكر ملان يعني أنا مرة وكريت وشفت يعني كمية السكر اللي بدفوها لك عكة الجيلة طيب بس طيبة طبعاً طيبة بس طيبة، بس أنت بتقدر توكلها إنه بدون سكر وتكون كتر طيبة وبتعرف موصفة بفكر عن جد كمان بنفع للأطفال نبلش نوازن هاي الأمور يعني مش غلط إنه ياخدوا حلويات فيها أقل سكر، ديش أقول خالي من السكر بس عن جد يعني الوصول لمرحلة الإدمان أكيد هو خصه كمان بيقديش سكر اتناولنا وتعودنا إنه نتناول يومياً يعني أنا مرات حتى عشان تبلش ينهار بطاقة بديك إش الشوكولاتة على الشباح صح 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 فمبدئياً الأشياء نفسية كمان أكيد يعني الطعم اللي دكناها بالشوكولاتة مع جهاز الهند تعتقاش أقول إنك ما أكلتش شوكولاتة بسألوني أنا أنا عن جد اللي هلقدي مضمن على السكر بيجاملش وعن جد طعم هن زاكي شكراً جزيلاً لين جوادي أعطيك الفعال في نورتي الباب على الباب شكراً